عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ورشة عمل عن التحديات التي تواجه العمالة غير المنتظمة وأطور الحماية الاجتماعية وذلك في إطار اهتمام التنسيقية ومناقشتها لأهم القضايا التي تهم الشارع المصري ضمن نقاشات الحوار الوطنية خرجت الورشة بعدد من التوصيات تضمنت الإسراع في إنشاء قعدة بيانات شاملة للعمالة غير المنتظمة مع أهمية وضع تعرفة محددة لهذه الفئة توضح الفرق بين العمالة الموسمية والعرضية والمؤقتة وأهمية العمل على توفير حوافز إضافية للقطاع الخاص للتشجيع على تسجيل العمالة غير المنتظمة